مكملة معاكم ان شاء الله شرحة Inspire Science in Grade 8 ده اخر بارت هينزل كده يبقى الهيكل خلص اخر مجيب بيتكلم عن Exploring the Universe وعشان نتكلم او نبدأ نتكلم عن اليونيفورس لازم نعرف او نتكلم عن الفورس اللي بتأثر اصلا على تكوين اليونيفورس وهي Gravity مبدئيا جايب لنا كده تمهيد للGravity الجravity بتتأثر كلما الاجسام قربت من بعض ما بينها قلت بيكون قوة الجذب قوية بالGravity بتكون اقوى كلما الاجسام بعدت بعدت ضعيفة كلما الجسم كان حجمه اكبر كلما كان قادر ان هو يأثر بالGravity فهينا جايب لنا مثالين هم الاتنين الرو اي والرو بي عندهم نفس الديستنسز بس هنا الأحجام او الماسز صغيرة وهنا في جسم الماسز بتاعته كبيرة فطبعا هنا الاسهم السمك او رفع الاسهم هنا بيدل على قوة الجذب فهنا قوة الجذب اضعف من قوة الجذب في الرو بي لان هنا في الرو بي في جسم كبير فقدر ان هو يعمل ما بين الرو بي هنا الأجسام عندها نفس الماسز لكن هنا قريبة distance قريبة وهنا distance بعيدة طبعا زي ما انت شايفين ان هنا قوة الجذب اقوى من الرو د الرو دي هي attractive force that exists between all objects that have mass هي قوة جذب بتكون متوجدة ما بين الوبجيكتز اللي عندها mass اي جسم عنده قتلة فبيتأثر او بيأثر بجرافتي earth's gravity هي اللي بتولدس اس on earth's surface او هي اللي بتولدس اس على سطح الارض فاحنا بنتحرك اصلا او اي اجسام بتتحرك على الارض بواسطة earth's gravity بتتأثر او بنتأثر بالearth's gravity بعد كده بيكلمنا عن ازاي الجرافتي ليها دور كبير جدا في التكوين of formation of the solar system اول حاجة لازم نعرف نعرف ان solar system هو مش عبارة عن الشمس فقط لأ ده هو عبارة عن الشمس الplanets المونز الاقمار واجسام تانية زي ال الاستيرويد والمتيورويد والدوارف بلانت والقوميت اللي هم النازق والشهب والكوايكبات والحاجات دي كلها برضو تبع solar system فالsolar system بيتكون من كده حاجة اول حاجة solar system بيتكون عن طريق rotating clouds أو cloud of gas وآيس ودست تكوين solar system بيتكون عن سحابة كده بتلف من من الجاز والآيس والدست تمام بيتجمعوا مع بعض ويكونوا لتركيب او حاجة معينة اسمها نابيولا طيب gravity دي نابيولا الجرافتي بتأثر او بتضغط على النابيولا دي بتضغط عليها للداخل كده inward وبتسبب ايه بتسبب ان هي يحصل لها flatten او تبقى مسطحة بالشكل ده من كتر ما هي انضغطت وهي بتلف ما هي اصلا rotating cloud او سحابة بتلف بتتحرك او بتدور فطول ما هي بتروتيت وفي نفس الوقت الجرافتي عمالة تضغطها للداخل فاتكونت او بقت flat بالشكل ده تمام طيب الجرافتي عمالة تجذب الجاز والدست toward the center of the disk الجرافتي برضو بدأت ان هي تكمل pulled او سحب الجاز والدست toward the center of the disk وكونت الصن هنا اتكون الصن او الشمس تمام طيب الشمس تكونت الجرافتي لست ايمة بالدور بتاعها برضو وعمالة تجمع gases و dust اكتر وتكون ايه البلانت يتكون بلانت ورد تاني ورد تالت كل ده بسبب ان عمال يتجمع او يحصل collided او تصادمات ل اه اه لأبجيكتس من الجازز والدست بسبب الجرافتي فكل لما يزيد الparticles دي كل لما الparticles دي كل لما تكون لي بلانت مختلف لحد ما البلانت كلها اتكونت تمام اه بعد كده هيتكون عندنا برضو عن طريق الجرافتي هيتكون عندنا مونز اقمار الاقمار دي بتوربت بتدور حول البلانت برضو بسبب الجرافتي بعد ما تكون الاقمار المونز هتتكون ايه بقى اللي هي الباقي الكونبونت بتاعة السولر سيستم زي الاستيرويدز زي الميتيورويدز زي دوارف بلانت زي الكوميت كل دول بيتكون بسبب تجمع الجاز والدست والايس كل دول بيتجمع عن طريق الجرافتي وعمال اتكون لي مكون ورد تاني مكون ورد تاني لحد ما السولر سيستم اكتمل في الآخر تمام بعد كده بيعرفني ان البلانت البلانت بتتحرك حول الشمس في مصار بيكون الليبتكال او بيضاوي مش دائري لأ بيكون الليبتكال فالدست ما بين الشمس وما بين البلانت بتتغير عشان هو المدار بيضاوي وليس دائري بعد كده هنتكلم عن الجالاكسيز والجالاكسيز هي huge collections of gas dust and stars held together by gravity لسنا مكملين برضو في تأثير الجرافتي على اليونيفرس فبتتكون عندنا الجالاكسيز من الجاز والدست فاكرين الجاز والدست دي اللي كانت برضو بتتجمع وتكون ال solar systems كان جاز ودست وكمان ice معهم هنا بقى فيه جاز ودست وستارز بتتجمع عن طريق الجرافتي وبتكون للجالاكسيز اليونيفرس فيه يعني مئات البلايين من الجالاكسيز دي عدد لا يعد ولا يحصى من الجالاكسيز كل جالاكسيز بتتكون برضو من عدد لا يعد من ال stars عدد كبير جدا بلايين من ال stars تمام وال stars دي have planets ال stars دي بتحتوي بقى على planets او كواكب بي موجودة جوه المدار ده او الوربت ده تمام فكده الجالاكسيز قلنا عبارة عن جاز و dust و stars في بلايين او مئات البلايين من الجالاكسيز بتحتوي على بلايين برضو من من ال stars البليون ده اللي هو ايه كام صفر تسعة اصفار مليون ستة والبليون تسعة اصفار فهو اعداد كبيرة جدا جدا من الجالاكسيز وال stars تمام لما يكون في مجموعة من الجالاكسيز مع بعض بتكون جنب بعض بنقول عليهم اسم تا اسم اسمهم clusters تمام طيب لو الجالاكسيز دي اتجمعت وكونت مجموعة اكبر بقى من الجالاكسي بنقول عليهم super clusters يبقى مجموعة من الجالاكسيز اسمهم clusters لو مجموعة اكبر بنقول عليها super clusters طيب عندنا مثال على clusters اسمهم virtual cluster بتحتوي على حوالي 2000 galaxies تمام يبقى virtual cluster فيها 2000 galaxy galaxy الجالاكسي بقى اللي احنا موجودين عليها او اللي احنا عايشين عليها حاليا اسمها the milky way يبقى اسم الجالاكسي حاليا اللي احنا عايشين عليها اسمها the milky way وكي يبقى solar system our solar system and many other solar systems are in the milky way في الجالاكسي اللي هي تسمى milky way الجالاكسي دي بتحتوي على 200 billion stars تمام الستارز دي والسطولر سيستم بتدور حول مركز الملكيوي الملكيوي دي مجموعة أصلا أو جروب كده أو كلاستر بتتكون من 30 جالاكسيز يبقى الملكيوي هي تعتبر كلاستر بتتكون من كم جالاكسي بتتكون من 30 جالاكسيز في عندنا ثلاث تايب سوف جالاكسيز ثلاث أنواع من الجالاكسيز أول نوع عندنا الاسبيرال جالاكسيز الاسبيرال جالاكسيز بيتتكون من BE,的 neatly الموجودين في الاسبيرال جالاكسيز موجودين في هيئة كده بتبدأ من والسنترال، وبعد كده بتمتد السنترال، اللي موجود في الوسط كده أو اللي هو أو الارمز اللي بتكون موجودة في الوسط كده بتكون بتكون أقوى أو بتكون أو أسمك سميكة يعني من الموجودة على الأطراف. تمام؟ بنسمي الجزء اللي هو السميك ده أو بنقول عليه تمام؟ فده شكل تاني نوع الليبتكال جالاكسيز الليبتكال جالاكسيز ما عندوش أرمز تمام؟ مهم جدا الليبتكال جالاكسيز في إنه بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الـ يعني فيه نسبة كبيرة من الـ الأديمة واللي لونها رد بيحتوي على يعني يعني الجازس اللي فيه قليل جدا جدا أو يكاد يكون ما فيهوش جازس أصلا تمام؟ في بعض العلماء يعني بيتوقعوا إن الليبتكال جالاكسيز ده عبارة عن ميرجنج ما بين two or more سبايرل جالاكسيز يعني دمج ما بين اتنين أو more سبايرل جالاكسيز ده بيكون الليبتكال جالاكسيز تمام؟ يبقى بيحتوي على الـ بيحتوي على little or no جالاكسيز طيب regular جالاكسيز شكله يعني مختلف مش يعني oddly shaped كده بيحتوي على ايه بقى؟ على يعني يعني regular هو اللي فيه يعني irregular جالاكسيز بيتكون من gravitational pull of neighboring galaxies من قوت الجذب لل neighboring galaxies أو المجرات المجورة بيتجمعه مع بعض ويكونه irregular galaxies بعد كده السؤال ده بيقول it was one thought that earth was the center of the universe كانوا زمان بيعتقدوا ان الـ earth هي اللي موجودة في center of the universe مش الشمس اللي كانوا بيقولوا ان الـ earth هي اللي موجودة في center طبعا بعد كده طلعوا ب research ثانية وقالوا ان sun هي الموجودة في center of the universe eventually it was proven that the planets orbit around the sun بعد كده اثبتوا ان البلانتس بتدور حول الشمس يعني الشمس هي الموجودة في center تمام بعد كده جايب لي موضح كده ازاي الارض بتدور حول الشمس في شكل الوربت او المدار بتاعها ده بيقول describe the path of earth if the sun gravity where to suddenly stop لو فجأة الجرافتي بتاعت الشمس توقفت ايه اللي هيحصل للارض هل هتظل في نفس المدار بتاعها ده اكيد لا هي اصلا بتدور حول الشمس بسبب الجرافتي فلو ما فيش فلو ما فيش جرافتي الارض هتنزل ايه هتمشي في straight way يعني هتنزل بالشكل الstraight ده تمام بعد كده هندخل على listen to the solar system هنا بقى هيدخل على solar system بتفاصيل اكتر في الدرس اللي فات خدنا ازاي كان لها دور في تكوين solar system هنا هنبدأ ندرس solar system طبعا زي ما عرفنا انه هو بتكون solar system من الشمس والplanets والمونز والكومت والاستيرويد والمتيورويد وكل الاجسام دي ما تمش اكتشاف اصلا ال solar system او اي اجسام في ال space عموما غير بعض اختروا على التلسكوب خلوا العلماء انه هم قادرين يدرسوا ال space بالتفاصيل اللي فيه بيستخدم التلسكوب ال electro magnetic waves وبيظهر التفاصيل بتاعة الفضاء يعني مثلا ده شكل الجابتر وستاتر شكل الكواكب اللي هم الجابتر وستاتر من غير التلسكوب شايفين بالتلسكوب بيين details كتير جدا وقدروا انهما يوصفوا الكواكب دي بشكل تفصيلي طبعا زي ما قلنا ان الشمس بتكون جسم طبعا منير والقمر بيكون جسم معتم كمان باقي ال objects اللي موجودة في السolar system هي بتكون معتمة هي فقط بتعكس ضوء بتاع الشمس زيها زي القمر يعني الاجسام دي اصلا معتمة ولكن هي عكست ضوء الشمس بعد كده بيكلمني عن المونز بتاعة الأوتر بلانيتس الأوتر بلانيتس أو الكواكب الخارجية زي الجوبتر زي الساترن زي اليونونس زي النبتون دول الأربع كواكب الخارجية بيحتوى على أقمار كتير جدا مقارنة بالإنر بلانيتس يعني مثلا الجوبتر في 79 كنفرمد مونز الساترن عنده 53 نيمد مونز و 8 بروفيجنل مونز يعني عنده 50 مونز و 8 أقمار مؤقتة يعني يورنس عنده 27 مونز و نبتون عنده 13 نيمد مونز و 1 بروفيجنل مون أو قمار مؤقت تمام المونز الموجودة في الأوتر بلانيتس يعني الرينج بتاعها الديميتر بتاعها بيكون ما بين 2 كيلومتر ل 5,268 كيلومتر أكبر مون موجود في السولر سيستم هو المون الموجود في البلانيت اللي اسمه جابيتر المون ده اسمه ايه اسمه جابيتر جانيمد اسم المون جابيتر جانيمد أو اللي هو جانيمد اللي موجود في جابيتر ده أكبر مون في السولر سيستم كله تقريبا أكبر أكبر أصلا من البلانيت أو أكبر من كوكب ميركري عندنا البلانت جابنا الأوتر بلانت دول طبعا الأوتر بلانت جابيتر وساترن ويورانس ونيبتون كل واحد فيهم بيحتوي على أعداد من المون زي ما قلناها وبيحتوي على الأقمار أكبر أقمار فيهم يعني مثلا جابيتر في جانيمت كالستو ولو ويوروبا الساترن عنده تيتان وريا ولابيتوس ودايون اليورانس عنده تيتانيا يعني الساترن عنده تيتان لكن اليورانس عنده تيتانيا وي اوبرون وي امبرل وي اريل والنبتون عنده تريتون وي بروتوس وي باقي الاقمر فالمهم هنا عندنا عايزين بقى اكبر كمر في كل في كل بلانت فيهم يعني الجابتر قلنا خلاص الجانمة ده اكبر كمر في جابتر واكبر كمر في سورر سيستم كله تمام? الديوميتر بتاعه كبير جدا الساترن اكبر كمر فيه التيتان واليورنوس اكبر كمر فيه التيتانيا والنبتون اكبر كمر فيه التريتون يعني التلات اثناء كنت تحسون زي بعض فبلخبته الساترن تيتان يورنوس تيتانيا والنبتون تريتون التيتان برضو يعني اصغر شوية من الجانمد والتيتانيا صغير يعني اصغر منهم بكتير يعني ده 1000 فقط وال والتريتان بيكون بيكون 2700 كيلو ميتر تمام? لازم نحفظ عدد الكواكب يعني نحفظ عدد الكواكب اللي في الأوتر سبيس في الأوتر بلانتز ولازم نحفظ اكبر كوكب فيه كل بلانت تمام? بعد كده هناخد باقي الأوبجيكتس اللي موجودة في السولر سيستم عندنا الدوارف بلانتز الدوارف بلانتز هي spherical objects that orbit the sun اكسام كده دائرية بتدور حول الشمس ما اعتبروهاش مون يعني هي دي مثلا ما اعتبروش الدوارف بلانتز دي ان هي تبع المونز تمام? مع ان شكلها ممكن يكون شبه المونز بس لا الكاراكترسكس او الخصائص بتاعتها لا تشبه الأقمار فبالتالي ما اعتبروهاش كمر واعتبروها object خاص بيها يعني الجسم كده خاص لوحده اسمه الدوارف بلانتز عندنا امثلة على الدوارف بلانتز كزا دوارف بلانتز الدوارف بلانتز دي اللي هي الكواكب القزمة كواكب صغيرة زي السيريز والإيريز والبروتو والمكي مكي الأسماء صعبة شوية ولكن بالتقرار هتبقى أسهل يعني يعني الدوارف بلانتز عندنا سيريز وإيريز وبلوتو ومكي مكي بعد كده عندنا باقي الأبجيكتز زي الأستيرويد الأستيرويد هي تجمع كده من الروك والأيس مش بيكلامبت توجيذر او مش بيندمجوا مع بعض زي الروكس والأيس اللي بيكونوا الإنر بلانتز يعني الروكس والأيس اللي بيكونوا الإنر بلانتز بيتجمعوا أو بيشتبكوا مع بعض لكن الأستيرويد زرقا بيكونوا ما بيكونوش كلامبت توجيذر الأستيرويد هي الأبجيكت ليفتوفر فروم دا فروم دا سولار سيستم هي أجسام كده مهملة أثناء تكون السولار سيستم موجودة في حاجة أو مدار اسمه أستيرويد بيلت أو الحزام الأستيرويد دا اللي ما بين مارس أو مارس والجوبتر فده مكان الأستيرويد بعد كده الكوميتس هي مكسشور زوف روك وآيس وداست تمام الروك والآيس والداست دول بيتجمعوا مع بعض عن طريق الجرافتيشن الأتراكشن زيما بين البارتكالز دي الكوميتس بتدور حول الشمس في لونج الليبتكال أوربت في مدار بيضاوي طويل جدا بعد كده عندنا الميتيورويد والميتيور والميتيورايد الفرق ما بين التلاتة الميتيورويد هي small روكي بارتكال that move through space أجزاء صغيرة كده أو صخرية بتكون موجودة في الspace طيب أغلب الميتيورويد حجمها بيكون as big as a grain of sand نفس أو حجم حجم الجرين of sand أو اللي هي الحصة أو الرمل أو قطعة اسمائي green of sand أو حبة الرمل يعني الميتيورويد وهي ماشية في الspace لو دخلت الأتموسفير بتحترق تمام بسبب الفريكشن أو الاحتكاك ما بين الميتيورويد وما بين الهوى اللي في الأتموسفير فالميتيورويد دي بيحصل لها احتراق فبتظهر في شكل الضوء اللي انتو شايفينه ده تمام طيب فمجرد ما هي تحترق وتظهر بالشكل المضيق ده بنسميها متيور طيب لو الميتيور ده ما ما حصلوش بيرن لو ما حصلوش completely بيرن أو ما احتراقش بشكل كامل فهيأثر على سطح الأرض ساعتها بنقول على الميتيور ده اسمه متيورويد يبقى الميتيور لما حصلو لما حصلو completely بيرن لكن ده doesn't completely بيرن تمام وهما الاتنين اصلا تكوينات من الميتيورويد بس يبقى الميتيورويد بيبقى اسمه متيور في حالة ويبقى اسمه متيورويد في حالة تانية لما يحصل completely بيرن لما طبعا يدخل الاتنوسفير ويحصلو كوت تحت كاك أو فريكشن ويحترق بيبقى اسمه متيور لما ما يحترقش بيبقى اسمه متيورويد تمام كده بس كده يعني الهيكل خلص اتمنى يكون كان واضح بالنسبة لكم واتمنى يكون فهمتوا كل حاجة ان شاء الله في المنهج وهستناكوا بإذن الله تفرحوني كده بدرجاتكو الفول ماركس بإذن الله مش هقبل قال من الفول مارك ان شاء الله ربنا يوفقكو جميعا مع السلامة اشتركوا في القناة